برضو أثار جدل يومين اللي فاتوا إن هيتم إلغاء حكم إدراج اسم محمد أبوتريكا على قوائم الإرهاب محمد أبوتريكا كان أثار جدل كتير وكبير وإن هو منضم لجماعة الإخوان وكان اسمه موجود ضمن القائمة اللي هما بالنسبة لقوائم الإرهاب وعدد كبير تاني من الإخوان المسلمين المهم محكمة النقد المصرية إلغاء حكم محكمة الجنات بإدراج اسم لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبوتريكا على قوائم الإرهاب نيابة النقد في مصر أوسط من قبل برفض الطعن المقدم من محمد أبوتريكا بمنع إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات ففي كده بيقولوا إن في محكمة دلوقتي هي أوسط بأنه شالت اسمه في محكمة أخرى ستنظر القضية النقد بيقال إنه بترفع اسم محمد أبوتريكا و1529 شخص من على قوائم الإرهاب زي ما بيحكي القصة إنه كان فيه إدراجه ضمن طبعا على قوائم الإرهاب هو و1529 المحامي خالد علي المحامي بالنقد كان بيوضح برضو إيه اللي بيحصل بالنسبة لأبوتريكا هناك محكمة أخرى ستنظر القضية يعني فيه محكمة كتبتت وفيه محكمة أخرى ستنظر القضية بعدما قبلت محكمة النقد الطعن هو هنا قبول الطعن ده معناه إنه ده بيمهد إن اسمه هيترفع من قائمة الإرهاب والدولة كانوا متهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين لعام 2028 يعني القضية دي شغالة من عام وعلى هذا يمكن رفض القرار الصادر اللي هو القرار اللي هو الضم كمان مش بس أبوتريكا اللي هيتشال لكن معاه كمان 1529 شخص التحريات اللي أجرتها أجهزة الأمن كانت كشفت معلومات هي اللي هتساعد فيه القضية دي إن أبوتريكا كان بيمتلك ثلاث شركات والشركات دي كانت من بينها الشركة السياحية بتنظم رحلات لتركيا وبناء عليه برضو بيتم من خلالها تسفير عناصر الإخوان إلى تركيا وده اللي كان عن طريق كتير جدا من عناصر الإخوان المسلمين كانوا هربوا على تركيا وبالتالي زي بقول لحضراتكم إنه طبعا حصلت ضجة كبيرة على الموضوع ده ولكن إحنا في انتظار إنه يكون فيه بيان رسمي وإنه يكون بالفعل يعني دلوتي دي محاكم بتنظر هذا الأمر ولكن مفيش إعلان رسمي بإنه هو كده اترفع اسمه هو هو الـ 1529 شخص من علاق قوام الإرهاب نهائيا لسه فيه محكمة أخرى تنظر القضايا